موسيقى السلام عليكم ورحمة الله يتساءل كثيرون ما هو العقل وما الفرق بينه وبين العقلانية وبين العقلية العقل في الحقيقة عقلان عقل أول وعقل ثاني العقل الأول هو مجموعة المبادئ الفطرية والإمكانات الذهنية التي زودنا بها الخالق سبحانه وتعالى في هذا العقل الأول يشترك المتعلم والأمي فالطفل الصغير ابن ثلاث سنوات أو أربع سنوات إذا طلبنا منه أن يضع ماء كأس كبير في كأس صغير يدرك بالفطرة وبالعقل الأول أن الكأس الصغير لا يتسع لماء الكأس الكبير ولو طلبنا منه أن يكون خارج الغرفة وداخلها في آن واحد فإنه يقول هذا غير ممكن هذا لم يدركه من خلال التعلم وإنما من خلال العقل الأول أما العقل الثاني فهو ما يضاف إلى العقل الأول والذي قلنا إنه مبادئ فطرية وإمكانات ذهنية ما يضاف إليه من الخبرة ومن المعرفة والمعلومات والمفاهيم والأفكار التي نكتسبها من خلال عيشنا في مجتمع وهذا العقل الثاني يسمى عادة بالثقافة ليست الثقافة التي هي المعرفة وإنما الثقافة كما طورها علماء الأنثروبولوجيا أي هي مجموعة النظم والمفاهيم والأفكار والعادات والتقاليد والنظم والطرز السائدة في بيئة معينة إذن العقل الثاني حقيقة هو الثقافة والأمم حينما تتفاضل في الإنتاج وفي الإنجاز وفي الانضباط لا تتفاضل بالعقل الأول وإنما تتفاضل بالعقل الثاني الذي هو الثقافة أما العقلية هو ذلك الإطار الذي يتشكل من الأفكار والمفاهيم والرؤى والانطباعات والخبرات التي يعود إليها الواحد منا حين يريد اتخاذ قرار أو التفكير في قضية معينة حين نريد أن نفكر في أي قضية لدينا مرجع ما هو هذا المرجع؟ ما هو هذا الإطار الذي نعود إليه؟ هو العقلية التي تشكلت لدينا وهذه العقلية جزء منها تشكل من ثقافة العصر وجزء منها تشكل من ثقافة المجتمع وجزء منها تشكل من الخبرة الشخصية والتجربة الشخصية والاجتهاد الشخصي ولهذا فلكل واحد منا في النهاية عقلية الخاصة التي تتميز عن عقليات الأشخاص الآخرين أما العقلانية فهي الاستناد في المنطلقات الفكرية على العقل الاستناد على المنطق الاستناد على الفكر وقد كانت كلمة العقلانية تستخدم في مواجهة شيئين في مواجهة الكنيسة لأن العلماء الغربيين نظروا إلى مواقف الكنيسة بأنها غير عقلانية فنتج مصطلح عقلاني في مواجهة الدين وهذا نشأ بالتحديد في مواجهة الكنيسة وليس في مواجهة أي شيء آخر أيضا كلمة العقلانية حين نشأت نشأت في مقابل التجريب فاليونان الإغريق كانوا يكرهون التجريب ويميلون إلى الفلسفة النظرية فاليونان قديما أخرجت أكبر الفلاسفة النظريين وللأسف العرب في صدر الإسلام اتصلوا بالثقافة اليونانية أخذوا من اليونانيين النفور من الأعمال المهنية ومن التطبيق ومن التجريب تراجعت كلمة عقلانية في الاستخدام قليلا وصارت يستخدم مكانها كلمة مثل الروحانية أو كلمة مثل الإنسانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة